القضية أيها الإخوان بصراحة أنا سأبوح بها أول خطوة يخطوها الشيعة للدعوة هو حب آل البيت فهي تلمس يدها ترى الفأر الجبني فتدخل إليها الخطوة الثانية بكل صراحة مظلومية آل البيت ويبكون الناس على ذلك الأمر الثالث التشكيك وانتم تلاحظون من الدكتور على مدار 17 ليلة أعيد الخطوة الأولى حب آل البيت فالناس ينساقون وراءهم يا أهل الشام يا أهل الأهواج يا أهل الجزائر يا أهل المغرب يا أهل السودان انتبهوا والله الأمر خطير أما العراقيون فهم الأمر واضح عندهم يا أهل مصر الأبية يا أهل مصر الأبية انتبهوا إلى هذه القضية الخطيرة حب آل البيت اثنين مظلومية آل البيت والبكة عليهم الثالث التشكيك الرابع عملية الانتقام الآن عملية الثأر ويدفعوك للثأر لتدريب الناس والعياذ بالله على مسألة الدمع أقول له انظروا إلى جمال مذهب أهل السنة بس أريد بس هذه الحاجة وسأترك الوقت جمال أهل السنة ماذا ينظر المسلمون من أهل السنة إلى جمال الإشلام؟ أن الصحابة أحباب الطرف الآخر أنهم أعداء أن الله ألف بين قلوبهم بنص القرآن الطرف الآخر أن الله أبغض بين قلوبهم الطرف الثالث كانوا متعاونين كانوا متخاصمين لحظ الجمال نحن نرى أن الإشلام قد تم بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هو يقول لا ما تم إلا بالأم الأربعة عفوا بالأم الثني عشر يقول يا جماعة الخير وين هدف القرآن؟